بشطئ فم الواد بالعيون وللمرة السابع عشر على التوالي يرفع به اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف رفع شارة اللواء الأزرق يأتي تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيدة الحمد لله هذه السنة 17 وجمعت فم الواد تفوز باللواء الأزرق في هذه المناسبة نشكره جميع الشركاء اللي منهم السلطة المحلية في شخص السيد الوالي والمحتضين اللي هو فوس بوك راع وجميع الشركاء اللي ساموا من بعيد ومن قريب في إنجاح الجماعة باش تفوز باللواء الأزرق الشارة هي اعتراف على المستوى الوطني والدولي بالمجهود الذي يبدله مختلف شركاء مؤسسة محمدا السادس لحماية البيئة من أجل حماية البيئة وتحصين جودة مياه السباحة وتهيئة وتدبير الشاطئ وخلق الأنشطة التحسيسية بأهمية البيئة وتدعم السلامة اللي هو الأزرق من هنا تفوز فيه أي شاطئ يفوز فيه عنده خصوصيات باش يفوز فيه خاصة جودة المياه وجودة التربة واللي الحمد لله هذا كامل متوفر في الجماعة على غرار شواطئ المملكة ومنذ بداية موسم الصيف الحالي يعرف شاطئ في ملوى تعبئة شاملة لتأمين نظافة الشاطئ وتحصيس بأهمية الحفاظ على البيئة هو عمل متواصل يجسد الحرص على توفير كل ظروف السلامة البيئية والمظهر الجمالي لهذا الشاطئ اشتركوا في القناة